محمد شايف أن المباراة هتكون أسهل من مباراة القاهرة برغم أننا قدمنا أداء جيد في مباراة القاهرة ولكن غاب عننا التوفيق ونقدر نقول حالة المهاجمين يعني ما كانتش في أحسن أحوالها ويعني ما قدرش تستغل الفرص المحققة اللي كانت على فريق الرجاء وساعده أن يتقلق أنا استيزينيتي من وجهة نظري أنت شايف برضو أن مباراة العودة يعني بتتطفق مع الشريف ولا أنت بتختلف وشايف أن الأمر ممكن يكون أصعب من مباراة الزهاب قد أن نربط أربط سألك ده بالسؤال بالي أنت قلته من شوية باللي قاله شريف اللي أنت قلته من شوية أن إحنا رعيcheين عملي وأوضعته في الإنترو أن إحنا رعيحين العملي وأأنه عامل الوقت ستلاحزوا مع유 اللي قاله شريف أن أنت لما باتتكلم على مباراة تتكلم أحد من عمليناات الزهاب التي تتكلم عليهم هو الوقت الذي ستعمل عليه الوقت هنا ستلاحزوا أحددي تقدر أن تخلي الوقت بدل ما هو عنداب تpower علىك أنت وأنه هو هدف لقدر الله يجي في أي وقت يعمل لك مشكلة تقدر في ظل أن الرجاء هيبقى الجماهير هتبقى عمل ضغط عليه هو مش عمل عمل ضغط عليك أنت عشان تقلب ده إنك تقدر تحاول أنت تسجل وسما كان بيتكلم على ده في الانترو إن إحنا نحاول نسجل في الشوت الأول تحاول تقدر تخلي عامل الوقت ضد الرجاء مش ضدك مش ضد أن أنت بتحاول طول الوقت المطشو ماشي صفر صفر لحد ما هم يسجلوا فمهم جدا أنت تستغل عامل الوقت ده واحد من ضمن الثلاثة عامل اللي كان بيتكلم عليهم شريف والمساحات اللي إحنا بنتكلم عليها هنيجي لما نتكلم على فرقة الرجاء وهم هيشتغلوا إزاي في ظل طرد مروانة هدودي المحرك الأساسي الخط الدفاع وهم بلعبوا ثلاثة أربعة ثلاثة في الخط الخلفي غياب مروانة هدودي القائب بتاع خط الدفاع هل هيجب رشيد التوصي اللي في كل مباريات اللي فاتت لعب تمام مباريات مباراة محيدة غير فيها الشكل وسبع مباريات لعب تلاتة أربعة ثلاثة هل غيابه هيخليه غير ويعتمد على طريقة مختلفة يروح الاربعة اثنين ثلاثة واحد ولا يرجع لتلاتة أربعة ثلاثة ويفضل مصمم عليها ويغير لما نتكلم بقى العناصر اللي دخلت مع التشكيل اللي موجود ده يمكن إجابته هل لي بديل هدودي هل لي بديل في الفريش وفي عودة النهاري يعني هل بيبقى لو لي بديل يبقى مش حير يتغييد الخطة لا هو مالوش بديل سيستماتيك يعني أنا مش اغير مدافع وحط مكانه مدافع لكن النهاري واحد من ضمن اللعيبة الأوليلة جدا المغربة اللي لعبه حتى مع منتخب المغرب للمحليين ولعب قبل كده مع الوداد بيلعب في الأربع مراكز بتوع الخط الخلف بيلعب ليفت سنتر باك رايت سنتر باك باك رايت وباك ليفت كمان هو مميقس جدا لو لعب بتلاتة وراء لو هو اعتمد انه يدخل حد زي سبحانه عبدالجلي شبيرا يدخلهم جوا كلعيب ثالث في العب تلاتة في الخط الخلفي ويدخل النهاري هو اللي يلعب وينج باك ناحية الشمال دي واحدة من ضمن النقطة المميز جدا فيها محمد النهاري فالشكل اللي يعتمد علي يقدر ينور به في أي مكان هل هو يقدر يحط النهاري ولا هيغير الطريقة زي ما غيرها في مباراة القاهرة بعد الخمسة وتلاتين دي الاولى وكنت بتناقش أنا وشريف في خصة تغيير الطريقة تحت الهواء هل هيغيرها الاربعة تلين ثلاثة واحد زي ما غيرها وعمل التغيير بخروج الياس حدد لكن هو لما خرج الياس حدد كان لسه مروان هدهودي في المعب فخروج مروان هدهودي من تشكيل المباراة بسبب الطرد هيخليه اعتمد على الياس حدد هل وجود الياس حدد هو ده السؤال اربعة تلين ثلاثة واحد ولا تلاتة اربعة تلاتة ده الشكل اللي هجاوب عليه مكان انهير في المعب لا بس خلي بالك وراح النهار ده باستراتيجية مختلفة الجيم اللي فات كان عايز يقفل مساحات عايز يقفل على النادي الاهل اي فرص تهدفية انما بكر هو عايز يخلق فرص تهدفية عايز ناس تبتدي تعد الهجمة مظبوط قدام مش بس ان هو يقفل المساحات ما دي النقطة اللي انا ربطت بها التايم في البداية انه حتى التايم طول ما هو صفر صفر طول ما هو مش حاسس انه عنده مشكلة التايم مش بيكاونتر ضده لانه واحد صفر في اي وقت من اوقات المباراة عشان كده قصة الاندفاع المبالغ فيه اللي الناس بتتكلم عليها في بداية المباراة ما نظنش انه يكون مجد هو نفسه رشيد التوصي قال ان انا مش هاجم يعني بشكل فيه جهل وقال ان انا هخلق حالة من التوازن وهو ده اللي يشدنا لفكرة المساحة